نحن نتحدى أهل البدع والأهواء أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب ما أنا أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائب كنت تترجم الى البدع تقرير 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 الكتب كنت ترجم الى البدع بكتب الأختبار كنت ترجم الى البدع فإن تقلق الناس لحظة الناس لحظة الناس لحظة الناس لأنني أعتقد أنه هو المفرسل لحظة الناس لحظة الناس لحظة الناس. أخرى؟ ترجمة نانسي قنقر 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 وقدم سفيان الثوري رحمه الله فيما يرويه يحيى بن سعيد القطان يقول إن سفيان الثوري رحمه الله قدم البصرة يحيى بصري وسفيان الثوري كوفي رحمه الله جميعا فيحيى بن سعيد القطان يحكي يقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح السعدي وقدره عند الناس ينظر إلى الربيع ابن صبيح وإلى قدره عند الناس مكانته عند الناس ثم سأل ما مذهبه أي شيء مذهبه فقالوا ما مذهبه إلا السنة فسأل ثانيا قال من بطانته قالوا أهل القدر قال هو قدري مصاحبتك للفاسق السمي على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي مجالستك له خير من مجالستك للمبتدع لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويرجى أنه يتوب بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق ولا يتوب لا يتوب المبتدعه لا يتوبون في الغالب والكثير أنهم لا يتوبون لأنهم يرون أنهم على حق فليس هذا معناه من التجالس العصاة لكن معناه أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح وإلى آخرهم هذا قصد ماليف رحمه الله نعم لا يشك أن البدعة شر من المعصية البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية لأن صاحب البدعة لا يتوب منها وخلاف ساحب المعصية فإنه يرجى أن يتوب منها لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها لخلاف المبتدع نعم